هذه الحلقة من 5 اشياء برعاية Ghost Recon Breakpoint انضم الى الاشباح الحل لبعض هذه الالغاز فاذا كنت حساس من هذا الموضوع واجب علينا تحذيرك اول لغز معنا من سلسلة Resent Evil وتحديدا الجزء الاول في هذا اللغز بتكون داخل ممر وراح تحصل فيه مجموعة من الصور مختلفة كل واحدة من هذه الصور في اسفل هزر وعاد انت لازم تضغط عليهم بالترتيب معين عشان تحل اللغز القلك انك اذا ما مشيت على الترتيب وغلط فيه بجونك غربان يجلدون انك جلد بشكل غير طبيعي وينرفز اذكر لغز هذا جلست عليه فترة طويلة لكن بعلمكم كيف طريقة الحل كانت الصور كانت عليها رسمات لعدد شخصيات وهي شايب رجل بالغ طفل رضيع ولد صغير مولود جديد ورجل في منتصف العمر والاخيرة لوحة وصفها نهاية الحياة كنا عليك تسوي انك تضغط الازار على ترتيب من مداية الحياة الى نهايتها فيكن اول شي تضغطها هو صورة المولود الجديد والاخيرة تكون صورة نهاية الحياة وباقي الترتيب اتوقع بيكون سهل عليكم تجيبونا اللغزة الثانية ايضا لعبة رعب شهيرة وهي لعبة سايلنت هيل نتكلم عن لغز البيانو في الجزء الاول من سايلنت هيل هذا تحديدا كان فكرتها ذكية بحيث عطاك شعر اسمه قصة الطيور اللي مالها صوت وهذا التلميح انك لازم تستخدم لبيانو عشان تحلل لغز كل بيت من بيوت هذا الشعر يتكلم عن نوع طير معين يرمز الى اي مفتاح في لبيانو اللي لازم تضغط عليه مثلا الغراب يرمز المفتاح الاسود والحمام الابيض يرمز المفتاح الابيض وفوقها تحتاج تضغطهم عشان تنتج لحن معين المصيبة انه في ذاك الوقت كان صعب جدا تحلل لغز خصوصا اذا لغتك الانجليزية ضعيفة هذا اللغز عجيب ومبهر وهو من سلسلة متل جير الاسطورية لكن واحدة من اول العابها واللي نزلت على جهاز صخر او الامس اكس 2 اللعبة هذه فعلا ينطبق عليها مصطلح تشيب الراس في اللعبة بيكون في منطقة لازم تدخلها عشان تكمل القصة لكن في حواجز ليزر مميتة قدامك وما يمدي تدخل هذا المكان الا من هذا الطريق والليزر هذا الحراس يقفلونه في الليل لسبب ما لكن فعلية اللعبة ما فيها تغيير بالوقت او تتابع لليل والنهار فحتى لو انتظرت ما راح يجي الليل فلازم تلقى طريقة ثانية واللي بتكون صدمة لكم وانت تدور في اللعبة وتفحط عشان تلقى حل بتشوف اطفال بيقولولك انهم كانوا يسمعون صوت بومة مخيف ما يطلع لها بالليل طبعا هنا انت بتتذكر انك لقيت بيضة واول ما اخذتها فقست واطلعت منها بومة صغيرة الان خذ هذه البومة الصغيرة عند الحارس وخلها تطلع صوت وبكذا بتلعب على الحارس ويحسب انه تغير الوقت وجل ليل مع انه في شمس قدام جبهته بس لا مدام اللعبة تقولك جل ليل يعني جل ليل ويقوم يطفي لك الليزر وينحل اللغز تخيلوا ان المعبد المائي في زلدة من صعوبته في ناس وقفت وتركت اللعبة من بعده المعقد في هذا المعبد انه كان في اداة تخليك ترفع وتنزل مستوى الماء بشكل مستمر عشان تحلل الغاز الموضوع هنا مش لغز معين بحد ذاته قدمه سسلة الغاز متتابعة وفيها تكرار كثير الخطوات الموضوع وصل لدرجة نتندو لما طورت ريميك للعبة على جهاز 3DS عدلوا على تصميم هذه المرحلة عشان ما تتكرر المصائب السابقة P.T. اللعبة هذي نزلت كديمو في جهاز PlayStation 4 وكان الهدف انها بتكون الجزء الجديد من سلسلة Silent Hill لكن تم فصل كوجيما من كونامي والغية اللعبة تماما فكرة الدمو كانت عجيبة انت بحبوس في البيت وتمشي في ممر وكلما تعدي غرفة معينة ترجع لمكان البداية من جديد يعني انت تدور في حلقة مغلقة وكل مرة ترجع للبداية تزيل تغيرات بسيطة في المكان اللي كنت فيه حتى الان اللاعبين اكتشفوا لها اكثر من حل عشان تطلع من البيت لازم تقوم بخطوات معينة وبعد ما تسويها راح تسمع صوت ضحك الطفل وبعدها رانين تليفون وترد عليه وتسمع صوت يقول لك لقد تم اختيارك وتطلع من البيت الخطوات هذي اختلفوا فيها اللاعبين ناس قالوا تستخدم مايك البلاي ستيشن وتطلع صوت في مكان معين وبعدها راح تسمع صوت ضحك الطفل وتمشي عدد خطوات معينة وبعدها توقف في مكان ما وتسمع صوت ضحكة الطفل الى يومنا هذا ما حد يدري اي شي الصح لانه في الحالتين اسمعوا الصوت ضحكة الطفل الاكيد انها كانت بتكون لعبة رهيبة ومن ما اجمال العاب للغاز انكملوها لكن للأسف هذه كانت حلقتنا من خمس اشياء اذا وديكم جزء ثاني لها اقترحوا علينا الغاز الرهيبة تحت التعليقات كاما معكم فاد الشيحة يأتيكم العافية المتابعة مع السلامة